اشتركوا في القناة وقد شهد سموش خالد بن حمد الخليفة مساء أمس الحصة التدريبية التي أجراها المقاتل المحترف فرانكي إدجار بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين بقاعة منظمة بطولة القتال النهائي وطلع سموه على آخر الاستعدادات التي يجريها المقاتل إدجار تحضيرا لخوض نزال الرئيسي الذي يجمعه بالمقاتل الأمريكي تشاد منديز بنهائي بطولة القتال النهائي وقد طالب سموش خالد بن حمد الخليفة من المقاتل إدجار زيادة معدل التركيز في التدريبات للوصول للمستوى المطلوب قبل خوض النزال أمام المقاتل منديز وشددا سموه على أهمية الظهور بالمستوى المناسب في النزال والمنافسة على تحقيق نتيجة مشرفة ترجمة نانسي قنقر